إيه بقى من أول حاصرات المعرض وإحنا شغلين رعب جريمة فانتازية واقعية سحرية الله طب والحياة الاجتماعية الواقعية الناس الطيبة اللي حوالينا دي فين ما تلاقش موجودة معانا هنا في مراجعة حاصرية جديدة لقلم من أهم اكتشافات 20-23 بالنسبة لي مراجعة زيلورد الكاتبة نادا أشرف رمزي يلا بي قبل ما نخش في تفاصيل رواية النهاردة تعالى أفكرك إن إحنا شغلين في فيديوهات معرض الكتاب وما زلنا بنقدم فيديوهات يوميا مقسومة على سلسلتين السلسلة الأولى هي حصريات معرض الكتاب اللي بدأناها شهر كامل قبل المعرض رجعنا روايات فانتازية قوية جدا وقعية سحرية دراما الرعب وغيره وما زالت مستمرة معنا خلال أيام المعرض زي ما انت شايف وفي أوقات حننزل صبح وبالليل بفيديوهات طويلة والسلسلة التانية هي تغطية المعرض نفسه اللي بدأناها بتسريبات قبل دور النشر والمؤلفين وشفت برضو بنفسك ونصايح وإزاي تروح معرض الكتاب وإزاي تشتري كتب رخيصة وفلوجات ومشتريات وكل جاي في السكة فاحرص إن انت تشترك وتفعل زرار الجرس وتدعمني بلايك وتشار هذا الفيديو شوية تشجيع بقى يا جماعة وطبعا هسيب لك لينك السلسلتين في الدسكريبشن وفي الكارد من هنا وتعالى أقول لك التفاصيل لرواية النهاردة زي الوارد تأليف نادا أشرف رمزي عادة صحات 23-60 صفحة والطبعة الأولى صدرت في معرض الكتاب 20-23 الدورة 54 اللي بدأت أول مبارح على طول دي ومن إصدار دار إبهار للنشر والتوزيع وموجودة في جناح الدار في معرض الكتاب وعلى موقع وتطبيق إبهار وفي توصيل لحد باب البيت وموجودة برضو على موقع وتطبيق اي ريد هتنزل في اللينك اللي موجود في الدسكريبشن ومثبت في أول تعليق تختار الكتاب ده أو تختار أي كتاب تاني أنت عايزه والدخل الكتب بتاعنا طارئز تاخد خصمة 15% على كل مشترياتك من اي ريد بناء حد أقصى للمشتريات أو عدد الكتب وتوصيل لحد باب البيت وتعالى أقول لك على ملخص قصة بدون حرقك كالعادة بنقابل بطل الرواية شادي العائد إلى أرض الوطن بعد غربة في ميلانو إيطاليا لأكتر من 20 سنة لما سافر هو وأبوه رجل الأعمال بشكل فجائي لهناك وصفره السريع اللي كان من 20 سنة ده يحوطوا الشبهات هل بسبب انتحار أمه المفاجئ أم قضية الأغذية الفاسدة اللي اتهم فيها الأب وقتها وعودته دي كانت نتيجة مباشرة لصدام مفاجئ حصل بينه وبين أبوه هنعرف أسبابه واحنا ماشيين في الأحداث في عمرته القديمة اللي كان ساكن فيها قبل الصفر بيخش في دوامة من العلاقات المتشابكة المركبة الدوائر الصغيرة اللي كلها بتكون الدايرة الكبيرة اللي هي الدنيا نفسها ونخش في دوائر من القصص والعلاقات المتشابكة كل قصة تسلمك للتانية وتطربت بقصة أكبر سيف ولينة الحب والطلاق والانكسار نادية وصدبة ما بعد الموت شادي والعودة المشروطة بل والحب المشروط وكل ده يفتح قدامنا أسئلة كتير إيه السر اللي في ماضي جهان أم شادي وهل كان هو سبب في قتل الأب للأم ولا هو مجرد انتحار ولا حدثة وهل هيرجع الولد لأبوه تاني وإيه هي العلاقة الغريبة اللي ما بين سيف ولينة ومين هما سيف ولينة أصلا وإيه اللي هيشأل بحياة سيف رأسا على عقل كلها أسئلة موجودة إجابتها في عمل النهاردة ولكن أنا عندي فضول أسألات هل بتحب الروايات الاجتماعية اللي بتعبر عن الحياة اللي موجودة حواليك بتنقلها كويس جدا وبالأخص في العلاقات اللي انت بتشوفها كل يوم في شغلك وفي بيتك وفي الشارع واللي في التعليقات اللي بعد الفيديو ميقرس هنزل لكامل كلامنا وتعالى نروح للنقد أو المناقش اتكلمنا أكتر من مرة في أكتر من فيديو سابق إن وصف المشاعر هو أمر صعب ولكن هتلاحظ من بدري بل في أوائل سطور هذا العمل تمكن الكاتبة من حاجتين قد يبانوا إنهم حاجة واحدة ولكن كل واحدة منهم حاجة مختلفة الأولى هي وصف مشاعر كل شخصية في موقف محدد زي المشهد الافتتاحي من وجهة نظر شادي اللي بنشوفه في مساحة بيئة جدا انقباض وحيرة وتخبط بل ونكران للواقع الحاجة التانية اللي ممكن تلغبطك مع الحاجة الأولى ولكنها مختلفة كليا هي وضعك أنت كقارئ في جو محدد عبر الوصف والتجسيد يوصل لك شعور الكاتبة عايزة تعمله في الرواية زي حميمية لقاء طنت نادية وبنتها لينا جيران شادي في عمرته القديمة قد ايه قدرت تحسسني أنا كقارئ بمشاعر الدفقة حقيقية بعدها بسطور قليلة مش بصفحات بسطور مشاعر الغضب من ناحية لينا تجاه جرهم وطلقها سيف اللي هو برضو جار وصديق شادي في ثواني قدرت الكاتبة تلعب بمشاعري أنا كقارئ وتنقلني من الدفء والحميمية إلى الغضب وتخليني أتقمص المشاعر فبالتالي أتقمص الأدوار والأفكار عجبني قوي لاستخدام السليم لتقنية الفلاشباك في تعزيز البناء الدرامي لهذه الرواية يعني شادي يفتكر الصدام والمكاشفة اللي حصلت بينه وبين أبوه ففيه كتاب ممكن يقعوا في غلطة إنهم ينقلوا لك الكلام ده على هيئة حوار فنقول هنا هو الكذا ده رد عليه الكذا فلان الكذا ونخلص ونوصل للمعلومة تقنيا الحل ده في الرواية غلط الكاتبة بقى عملة السليمة أو عملة الصح في إنها نقلتك أنت في مشهد من ذكريات شادي وهو بيفتكر الحدث ده ودعمت المشهد ده برسم كامل للمكان والشخصيات والزمان ثم الحوار وده جزء من البناء الدرامي أو في كورس البناء الدرامي اللي أنا درسته واسمه تقنيا شو نوت تل يعني بمعناها بالبلدي كده وريني ما تحكي ليش وإن كان يعني الحوار كتير شوية في الرواية ولكنه يعدي ومن نقطة مشهدية المكان دي تعال نتكلم شوية على وصف الأماكن وصف عمارة الورد اللي على الغلاف وشكل الورد اللي في البلاكونات نبات مسك الليل واللبلاب والأشجار كشك الحلويات وشوارع الزمالك تفاصيل الأثاث المنزلي بل حتى الأكلات نفسها والتفاصيل التفاصيل فرشات الشعر ألم الروج قهوة السيبرتاية تجسيد حقيقي ومشهدية عالية جدا نقطة مكملة الذكريات 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 هنا بتلعب دور محوري بل تكاد تكون أحد محاور هذه الرواية الأساسية وأحيانا بتتحكم في ردود أفعال الأبطال نفسهم استكمالا لنقطة الوصف احنا ممكن نتكلم على وصف الشخصيات كان مركز في سطرين ثلاثة بالكتير ولكنه كافي ووافي لتكسيد الشخصية ومش بس رسم شكلي للملامح بل بناء كامل للشخصية تعال معايا كده نشوف شخصية جانبية زي سيف ونشأته في فترة التمانينات والعناصر المشتركة مبيني ومبيني أنا شخصيا كطاري حت الأوضة المتغطية بالبسترات وأغاني مايكل جاكسون وحركاته الرقصة وشراية الكست وحميد الشاعري وعمر دياب والتحول ده كله إلى التزام ديني أقرب إلى التزام نشيل البسترات ونحط أسماء الله الحسنة ونحرق الشرايب بتاعة عمر دياب ونحط ما كانها شرايب دينية وهو شخصيا يشتغل في برنامج ديني وإزاي تجوز جارتولينا وليه طلقها ده شخصية جانبية كل شخصيات العمل على هذا النسق ليها ماضي بيحركها وبتتصرف على أساسه وكمان بيغير أفعالها على أرض الواقع في الحاضر وبيعمل لها مبررات للتصرفات دي كل شخصيات الرواية لها بعد ثالث الوزير اللي فقت نفوزه السيدة اللي اكتشفت إن جوزها كان متجوز عليها بعد ما مات لينا وعلاقتها بسيف وإزاي بقت أقوى بعد صفر شادي صدمتها في أبوها علاقتها مع أمها التعويض والفقد والعلاقات السامة تركيب وخلفيات تاريخية تخليك تكتشف إن أنت وأنا معاك اتخدعنا آه اتخدعنا بمنتهى الصراحة لأن في أول الرواية شادي بيوهمك إن هو البطل ولكن الحقيقة أن هذه الرواية هي لا مركزية أو متعددة الشخصيات المحورية ملهاش بطل واحد بل عدة أبطال صغيرين على مساحة واحدة من العمل وبنتنقل ما بينهم وبنستخدم في التنقل ده منظور الشخص التالت اللي كان موفق للغاية ولكن دي هنتكلم عليها أكتر في نقطة اللغة من أول صفحة في الرواية برضو وحنلاحظ لغة قوية في السرد فيها تمكن وطلاعه باللطيف للغاية بالألفاظ عمية في الحوار بنسبة معقولة وإن كانت أزيد من المعتاد أو المقبول بدرجة طفيفة واختيار الشخص التالت هنا كان مهم جدا لأن ده سهل تنقل الكاتبة وإحنا معاها كقراء ما بين الشخصيات عن طريق استخدام الرواي العليم اللي بيروح عند الشخصيات المحورية دي يحكي لنا الحدث اللي بيحصل لها دلوقتي أو الفلاش باك اللي في ذكرياتها وبعدين يتنقل معانا للشخصيات تانية واستخدمنا الكلام ده عن طريق تطويع اللغة في اختيار المرادفات للتعبير عن المشاعر والنقطة دي كانت عبقرية قوي زي ما لسه كنا متكلمين من شوية فمهما اتكلمت على التعبير عن المشاعر الحقيقة في العمل ده مش حوفي حقوق على الإطلاق في كل مرة كانت الحالة المزاجية للشخصية بتتغير حالتي أنا المزاجية كان بتتغير معاها في أوقات الكاتبة ضغطت على مشاعري أنا الشخصية على حزني الفقداني لولدي في لحظات محدودة زي الوقت اللي سيف فيه كان قاعد على الكورنيش وبيفتكر جلسته مع أبوه الفرق الحب الحزن الصدمة والفقد كان رهيب من المشاعر والتعبير عنها كان فيه منتهى سلاسة ودي معادلة صعبة جدا وخلانا نرجع هنا لنقطة الفلاش باك لإني عايزة تتك عليها شوية فزي ما قلنا من شوية إن الذكريات كانت محرك رئيسي لشخصيات العمل فده تم استخدامه عبر تقنية الفلاش باك واتعمل بطريقة فنية حلوة جدا فكل الانتقالات بالاستثناء كانت ناعمة للغاية إلى درجة إنك أوقات ما كنتش بتحس إن انت تتنقلت الماضي الشخصية دي غير لما الكاتبة تخلص الفلاش باك وترجعك تاني للحاضر وتبدأ تخش في واقع وحاضر هذه الشخصية هنا بتدرك إن انت الفقرة اللي فاتت كنت فيه فلاش باك سينمائي ناعم جدا ومهم للغاية عشان يعرفك ويربط لك ماضي الشخصيات دي ببعض تعليقاتي على الرواية محدودة نسبيا صراع البطل التقليدي اللي تقدم لنا في الأول على إنه هو محور الرواية حصدمك وقولك إنه هو مضلل فأنت حتفتكر لحبة صغيرين في أول الرواية إنه هو ده المحرك الرئيسي للأحداث والحقيقة إن لو كان ده صح فهو كان هيبقى كليشي جدا ومكرر برضو خليه بالك ولكن الحقيقة إن كل الشخصيات عندها الصراع الخاص بيها ودرجات الاهتمام بالصراع دي والشخصيات بالتالي متقربة جدا فبالتالي أنا كنت حاسس بشوية ملل في الأول اللي هو عبدالغفور البرعي قوي يعني ولكن بعدها بمسافة صغيرة لقيت نفسي جوه دوائر وصراعات باقي الشخصيات وكل دايرة منهم بتوصل في الدايرة التانية أقرب ما يكون إلى دراما تلفزيونية معقدة من بتوع العبقري أسامة أنور عكاشر النقطة التانية هي مش عيب هي تعليق نسبي هيختلف من شخص للتاني كنت أتمنى نهاية أقوى للعمل أو خليني أعبر لك عنها بطريقة تانية تأفيل الرواية طيب نسبيا يعني إحنا مش عايزين نزعل حد هو مش سازق برضو ولا مسلسلات يخلي بالك منطقي وقابل الحدوث تماما ولكن مش عارف ليه البناء الشديد دا والترتيب العالي والشخصيات توقعت معاها نهاية أقوى ومن هنا نروح للخلاصة الخلاصة كتلة من المشاعر والذكريات ماضي وحاضر شديد الجودة والرسم السينمائي صبط في قالب رواي صعب متعدد الشخصيات المحورية أو على الأقل بيوحيلك بتعدد الشخصيات المحورية بسبب الاهتمام الشبه متوازي ما بين الشخصيات الجانبية والرئيسية علاقات متشاعبة متشابكة وقصص بتسلم قصص حتسحبك جوه عالم الرواية لحد ما هتخلصها بدون ما تحس رواية تنتمي لعوالم الأخواني حيث الشخصيات تتحرك في فضاء المكان ولكن مع تركيز أكبر على المشهدية والبعد عن القضايا الشائكة وكل ما هو بلاس 18 استمتعت بالعمل بشدة ويعتبر أحد اكتشافات عشرين ثلاثة وعشرين بالنسبة لي ولكن برضو ده رأيي أنا أنا عزارة في رأيك أنت بقى هل متحمس لهذا العمل بتحب تقرأ في النوعية دي ما تقولي في التعليقات نتكلم مع بعض ونستفيد ذلك نحصل على تقليقات رشيحات ومرجعات بتطلب مجتمع كوكب الكتب يعني أنت ما ننسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ودعمي بلايك وتشاهر هذا الفيديو أما بقى لو عاستوش بيع القرار لجواء وتختار كتابك اللي جايس وحافح يظهر قدامك على الشجرة دلوقتي سلسلتين بالتوازي تغطية معرض الكتاب وحصريات معرض الكتاب وراح هتفرج عليهم أشوفك هناك سلام